الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثير الظاهر والباطنة من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لرسالة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزال الله عنه خيرا بعنوان الدروس المهمة لعامة الأمة نستأنف هذه القراءة ونحن في ليلة الثلاثاء ليلة التاسع عشر منذ الحجة لعام أربعين وأربعمل ألف الموافق ليلة العشرين من الشار الثامن لعام تسعة عشر والفين وقد وقفنا على الدرس الخامس الإحسان نعم اقرأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا والمشيخين والوالدين والمسلمين أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الدرس الخامس الإحسان ركن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك عرف الشيخ رحمه الله تعالى الدرس الخامس الإحسان الإسلام والإيمان والإحسان فالإسلام قال أن تشهد لا إله لله وأن محمد رسول الله وتقيهم الصلاة وأتت الزكاة وتصوم رمضان وتحجز البيت إن استطعت لسبيله والإيمان قال أن تؤمن بالله وملاعكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر قال أخبرني ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك بعض العلم قالوا هذه المرتبة العليا من مراتب الدين يعني أعلى المراتب الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام وأعم المراتب لعم الإسلام ثم الأخص منها الإيمان ثم الأخص منها الإحسان فالدين ثلاث مراتب إسلام إيمان إحسان وبعضهم قال الإحسان ليس مرتبة مستقلة عن الإسلام والإيمان بل الإحسان هو إحسان في الإسلام وإحسان في الإيمان إحسان في الإسلام وإحسان في الإيمان يعني لأن الإحسان معناه إتقان الشيء أحسنه يعني أتقنه فيكون إتقان وإحسان في الإسلام وإتقان وإحسان في الإيمان فالناس يتفاوتون في إسلامهم وفي إيمانهم فهناك من هو محسن في إسلامه ومنهم من هو أقل من ذلك وهناك من هو محسن في إيمانه ومنهم من هو أقل من ذلك والإحسان عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين المرتبتين قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فقالوا أن مرتبة الإحسان الأولى أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ماذا تسمى مرتبة كأنك تراه المراقبة صح والثانية لا الثاني المراقبة المشاهدة الأولى كأنك تراه هذه مرتبة المشاهدة فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني تعتقد وتستحظ بأن الله يراك فتراقب إن الله كان على كل شيء رقيبة فحينئذ تؤمن بأن الله يراقبك لكن الأكبر من هذا مرتبة المشاهدة كأنك ترى الله واقف بين يديه عندك هذا الإيمان عندك هذا اليقين وهذا في الحقيقة ليس الأمر بالهين أن يبلغه الإنسان أن يكون مستحضرا يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فيعبد الله ويعيش في حياته مستحضرا دائما بأن الله يراقبه هذا لو أن حدنا هكذا دائما لم عصى الله أبدا ولا لا وإذاك الإنسان لو شعر بأن الناس ينظرون إليه لا ترك كثيرا مما يفعله في بعد عن نظر الناس ربما بعض الناس حتى إذا بعد أكثر يعني ارتكب من ذنوب أكثر كما يفعل بعض الناس إذا سافر وتعد عن المجتمع عن أقاربه عن من يعرفه بعضهم يقول والعياذ بالله يقول غرب وخرب مدام أنت لست في بلدك ما يعرفونك افعل تجد الناس يتساهلون يعني حتى لو لم يتساهل إلا مثلا بالسمت الذي يعيشه في بلده ربما إذا خرج لبس لبس آخر مثل صلى على الراسة لبس مثلا لبس رياضي ما يفعل هذا مثلا في بلده فكلما ابتعد أخذ راحت أكثر فبعض الناس لا عادي إذا ابتعد يرتكب ما حرم الله من فواحش من خمور من هذا والعياذ بالله ضعيف إيمان لكن أن يبلغ الإنسان هذا المبلغ يعبد الله كأنه يراه كأنه يرى الله أقل من ذلك فإن لم تكن تراه فإنه يراك فهذه رتبة عظيمة خلاصة الكلام أن الإحسان رتبة من مراتب الدين بحيث تكون أدنى مراتب الدين الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان أو أن الإحسان هو وصف للمرتبتين يعني إحسان في الإسلام وإحسان في الإيمان وعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعريف فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فقال المرتبة الأعلى من المرتبتين أن تعبد الله يعني مرتبة المشاهدة وأدنى منها أن تعبد الله مرتبة المراقبة فقال عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ويستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه إثبات الرؤية أي أن الله عزيز يرى وما جاء بأن الله عزيز لا يرى في الدنيا محمول على نفسه في الدنيا كما قال لموسى عليه السلام لن تراني فكونه لا يرى في الدنيا لم يقل الله عزيز يرى لموسى فإني لا أرى وإنما قال لن تراني وما يستدل به بهذه الآية أو ومن يستدل به بهذه الآية على أن الله لا يرى قد ضل ضلال مبين لأن الله عزيز يرى لم يقل إيش فإني لا أرى وإنما قال لن تراني وهذا كان في الدنيا ولا في الآخرة في الدنيا وما ثبت من الأدلة بأن الله يرى متى في الآخرة فالنفي في الدنيا لا يدل على النفي الآخرة نظير هذا أن الكفار في الدنيا ذكر الله أنهم أيش لا يتمنون الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنه أبدا بما قدمت لديهم والله عليم الظالمين مع ذلك إذا دخلوا جهنم يتمنون الموت ولا لا ونادوا يا مالك ليقضي عن ربك كما أن الله عز وجل لا يكلم العبد في الدنيا ذلك موسى عليه السلام كلمة الرحمن لكن لا يعني هذا النفي الآخرة لا يكلم عباده بل أن الله عز يكلم عباده يوم القيامة بحرف وصوت كما جاء في صعي البخاري فنفي الرؤية في الدنيا لا يدل على نفي الرؤية في الآخرة فإن الله قال في كتابه وجوهن يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال جل وعلا الذين أحسنوا الحسنة وزيادة وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الزيادة هي النظر إلى وجلال كلمة ومعنى الزيادة للذي أحسن الحسنة وزيادة راجعته فيها شيخنا مع الثيمين رحمة الله عليه قد عادة أن تكون الزيادة أقل من الأصل ولا يعني تشتري ماذا شيء ألف غرام يزيدك مئة غرام أي ما أهم الأصل ولا الزيادة الأصل فقال المعنى أن وأزيد من الجنة النظر كما قال جل وعلا ولدينا مزيد ولدينا مزيد يعني وأزيد من الجنة هو النظر إلى الوجه الله الكريم ومحروم هذا الإنسان الذي لا يعتقد بأن الله يرى لماذا؟ لأن هذا مطلب عظيم الإنسان لو اشتاق الإنسان يحبه لا تمنى رؤيته ولا لا خاصة العزيز عليه من فقد والده أو والدته أو والديه يتمنى لو رأهم في المناء فما بالك عاد المسلم كم يتمنى أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام فكيف لا يتمنى أن يرى أن يرى الله عز وجل والإنسان إذا سمع بشيء جميل حرص على أن يراه والله عز وجل أجمل من كل شيء كيف عرفنا؟ لأن من أعطى أهل الجمال الجمال؟ من؟ الله عز وجل وهو أولى به فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال والنظر إلى الجمال نعمة هو نعيم هذا شيء عظيم فلذلك قال جل وعلا وجوهن يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال جل وعلا في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلما حجب نفسه عن الكفار دل على أنه لا يحجب نفسه عن عن عباده الممين ناهيك على الأحاديث المتواترة التي جاءت برواية كثيرة عن صحابة والصحيحين وغيرهما حتى في حديث قال إنكم ترون ربكم عياناً عياناً يعني بأعينكم وفي حديث كما ترون الشمس ليس دونه سحاب وفي حديث كما ترون البدر ليس دونه سحاب هل تضامون برؤيته يعني هل ينظم بعضكم بعض أو هل تضارون في رواية هل تستحتاجون إلى تزاحم حتى ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب أو الشمس ليس دونه سحاب نحتاج إلى أن ينظم بعضنا إلى بعض أو أن نتضرر نتدافع حتى نرى الشمس كلا فشبه ماذا بماذا الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء لا كالشمس ولا كالقمر لأن الله ليس كمثل شيء ولكن وضوح الرؤية يرون المؤمنون الله عز وجل رؤية واضحة فما أعطو من النعيم أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم ولذا من الدعاء المأثور وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم نسأل الله من فضل العظيم إذن أن تعبد الله كأنك تراه هذا دليل على أنه يرى على أنه يرى سبحانه وتعالى وذاك المسلم إذا بلغ هذه المرحلة يستحضر أنه واقف بين يدين الله عز وجل واقف بين يدين الله عز وجل وذاك إذا صلى وقرأ الفاتحة هذا الذي وفقه الله لهذا المراحل إذا قرأ الفاتحة فإنه يشعر بأنه يناجي ربه فإنه إذا قال الحمد لله رب العالم وقال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يومدني قال الله مجد عبدي فإذا قال ياك نعبد وياك الاستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال هدين الصراط المستقيم صراط الذي نعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين قال الله سأل العبدي فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه فإنه يراك لغة ماما على الحسان الاتقان أحسن يعني أتقن بالشيء وشرعا عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين المرتبتين المشاهدة والمراقبة أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه فإنه يراك هذا الدرس الخامس نعم اشرع الآن بالدرس السادس أحسن الله إليك الدرس السادس شروط الصلاة شروط الصلاة قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى شروط الصلاة وهي تسعة الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية شروط الصلاة الشروط جمع شرط وينبغ المسلم أن يعتني بصلاته خاصة وبدينه عامة لكن الصلاة عمود الإسلام ونعلم بأن الشروط يجب أن تتحقق قبل الشروع بالصلاة الشروط تكون قبل الصلاة قبل العمل وأما الأركان فيقوموا عليه العمل كما الآن في البناء مثل استخراج رقصة يشي يعتبر شرط ولا ركن شرط لحد لا ما بنيت صح؟ المخطط شرط لحد لا ما بنيت أما إذا قمت أعملة البيت تسمى هذه أركان البيت أو دعائمه فالشروط لا بد أن تتحقق قبل أن تبدأ بالصلاة أهل العلم قرأوا الكتاب والسنة فوجدوا أن للصلاة شروط والشرط في اللغة العلامة ومنه قبل جل وعلا في المعنى اللغوي فقد جاء أشراطها يعني علامات الساعة لكن في اصطلاح الأصوليين والفقهاء إذا قلت شيء فلان الشرط قالوا ما يلزم من عدمه العدم ما يلزم من عدمه العدم يعني إذا عدم الشرط من عدم المشروط له فمثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة فإذا عدمت الطهارة ترك إنسان مع قدرة تركها ها ما صحة الصلاة ما يلزم من عدمه العدم ينعدم ماذا لماذا ينعدم المشروط له إذا عدم الشرط فقال الشرط ما يلزم من عدمه العدم واضح هذا ما يلزم من عدمه العدم لكن ماذا قالوا قالوا ولا يلزم من وجوده وجود يعني إذا وجده تطهارة ليس بالضرر واحد يطهر أنه يقوم ويصلي ممكن يطهر ولا يصلي ممكن واحد يستقبل القبلة. مستقبل القبلة. لكن ما كبر ولا صلى. يمكن تارك للصلاة بعد. وقد اتى بشرط وهو استقبل القبلة. او مثلا اه دخول الوقت. دخل الوقت هو شرط تحقق غربة الشمس. فلا يلزم من وجود الشرط ان يوجد مشروط له. قد يوجد الشرط ولا يوجد مشروط له. اذا في شيء اخر اسمه ايش يلزم من وجوده الوجود. وهو السبب. شوف الشرط ايش يلزم من? عدمه العدم. حفظ هكذا. الشرط يلزم من? عدمه العدم. في حاجة ايش اسمها? يلزم من وجوده وجود. اللي هو السبب. السبب اذا وجد السبب وجد المسبب له. فلذاك قالوا في الشرط ما يلزم من عدم العدم. ولا يلزم من وجوده وجود. لان لو قلنا يلزم من وجوده وجود. لصاره السبب لكن السبب الذي يلزم من وجوده الوجود ضيب قال ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم إذا وجد ما يعدم الشيء لأن ما الذي إذا وجد عدم الشيء المانع إذا عندنا الآن الشرط وعندنا السبب وعندنا المانع لاحظ الشرط تعرفه يلزم من عدمه العدم السبب يلزم من وجوده وجود المانع يلزم من وجوده عدم إذا حاضت المرأة أصحب صلاته فالحايد يعتبر ماذا مانع واضح إذا واحد حلف يميا ثم حنث في يمينه فلما حنث وجبة الكفارة إذن إيش سبب الكفارة أنه نقض يمينه هذا سبب شفت واضح إذن ما يلزم من عدم العدم هو الشرط ما يلزم من وجوده وجود سبب ما يلزم من وجوده عدم هو المانع فإذا قلك موانع الإرث موانع مثلا السفر موانع يعني الشيء إذا وجد عدم غيره أسباب النصر أسباب الحفظ أسباب السعادة يعني أشياء التي إذا إيش وجدت توجد الشيء الشروط معناها التي إيش إذا عدمت أن عدم الموجود له فقالوا ما يلزم الشرط ما يلزم من عدمه العدم وهو السبب ما يلزم من وجوده وجود والمانع ما يلزم من وجوده عدم إذا عرفت هذا عرفتنا بيقولك الشروط استحضر على طول شمعت الشروط يعني ما يلزم من عدمه العدم أهل العلم قرأوا الكتاب والسنة فوجدوا أن للصلاة هذه الشروط قال وهي تسعة كم عددها تسعة الإسلام في الحقيقة الإسلام شرط للصلاة ولغيرها إذن هذا يسمى الشرط عام لجميع الأعمال من لم يدخل الإسلام لا يقبل منه عمل لا صلاة لا زكاة لا صدقة لا صيام يأتي يوم القيامة أعماله كلها هباء منثورة لأن من شروط قبول العمل وصحة العمل وأن يؤجر على الإنسان وأن يثاب عليه الإسلام فإذا عدم الإسلام انعدمت الأعمال قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام فإذا عدم ها الإسلام انعدمت الأعمال غير مقبولة غير صحيحة إذن الإسلام شرطه أيش يا أخوان عام للصلاة وغيرها حتى للوضوء حتى للصيام حتى لابد أن يكون مسلما حتى تقطع عبادته طيب العقل العقل أصلا من لا عقل له مرفوع عنه القلم لأنه كيف يتلقى الأوامر وكيف ينويها وكيف يطبقه ما دامه لا عقل له فنلاحظ هنا العقل شرط أيش يا أخوان عام ولا خاص بالصلاة عام ولا يشكل علينا أن مال المجنون فيه زكاة يعني لو أن مجنون عنده ترك عنده أموال أو كان عنده أموال وكان عاقلا ثم ذهب عقله بحاجز بمرض الأموال هذه اللي فيه رصيد هذا المجنون فيها زكاة ولا ما فيها زكاة فيها مع أن العقل شرط لشروط التكليف المال من لا عقل له لا غير مكلف فكيف نقل الزكاة من ماله وهو أصلا مجنون قال لأن الزكاة متعلقة بالمال والمحروم لو حق في هذا المال وفي أموالهم حق محروم للسائل حق لا نعم وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فهذا السائل والمحروم لا حق بهذا المال رزق الله الغني وأوجب عليها أن يعطي الفقير جزءا منه وفي الحديث اعلمه أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ فريضا تأخذ من أغنياء مترد في فقرائم فلذلك مال المجنون فيه زكاة ومال الطفل اليتيم فيه زكاة لأن الزكاة متعلقة بالمال حتى يعطى صاحبها إيش من أصناف الزكاة وإلا هو نفسه غير مكلف في المجنون فالعقل الشرط من شروط ماذا شرط عام وخاص عام لجميع الأعمال إذن شرط الأول ماذا أريدكم أن تعفوه الحفظ شرط الأول الإسلام هو عام شرط الثاني العقل الشرط الثالث التمييز التمييز يعني أن يبلغ السادسة السابعة وهذا وهذا مكان يأخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم مروه من الصلاة لسبب فمن كان دون التمييز هذا غير مكلف غير مكلف ولا تصح العبادة منه لو قام بها لا تصح منه وإنما تصح عبادته إذا كان مميزا يعرف ينوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وهذا الشرط الشرط التمييز شرط للصحة أو شرط لل للوجوب للصحة شمعت للصحة شمعت للوجوب يعني لمميز عمره ست سنوات سبع سنوات صلاة صحيحة لكن ليست واجبة في حقه متى يكون عليه واجبة تكون الصلاة عليه واجبة إذا بلغ اللي دون البلو الصبي حتى يبلغ فمرفوع عنه القلم لكن لو صلى عمره تسع سنوات ثمان سنوات حتى لو كان إماما صلاة تصح فهنا التمييز شرط لصحة الصلاة لا لوجوبها وأما الوجوب فيشترط له البلو والتمييز شرط عام ولا للصلاة خاصة أيضا عام يستثنى من ذلك ماذا من العبادات ما يصح حتى من دون التمييز من من كان دون التمييز الحج والعمرة الحج والعمرة الصحاني من من كان دون التمييز لأن فيه دليل خاص مسلم رأى رفعت صبي الله قالت يا رسول الله لهذا حج قال نعم ولكي أجر لكن هل تجزون حجة الإسلام ولا إذا بلغ يحج حجة الإسلام إذا بلغ يجزون يحج حجة الإسلام طيب مال إنسان دون التمييز مر معنا قبل قليل طفل عنده ورث عنده أموال طاعلة فيها زكاة ولا لا مثل من مثل من مثل المجنون لأن هنا الوجوب متعلق بماذا بالمال لا بالمكلف نفسه الآن عرفنا بأن فيه شروط عامة لقبول العمل الإسلام والعقل والتمييز هذه شروط ويلزم من الشرط إيش إخوان ها يلزم من عدمه العدم طيب الآن نأتي إلى الشروط الخاصة في الصلاة قال رفع الحدث الحدث أمر حكمي ما هو أمر حسي يعني من كان على جنابة أو امرأة كانت حاض أو خلط من النفاس وهذا حدث أكبر يسمى أو من انتقض وضوه بناقض من النواقل للوضوء كخروج ريح أو بول أو غاط أو نوم عميق أو أكل لحم الجزور على المذب الحنابلة فلابد من الشروط للصلاة أن ترفع الحدث إن كان الحدث أكبر فيرفع بالغسل وإن كان الحدث أصغر فيرفع بيش بالوضوء فهذا رفع الحدث أمر حكمي ليس شيء تزيل عن يدك أو تمسحه من رأسك أو تقسمه من رجلك لا وإنما ترفعه بالغسل أو بالوضوء إن كان حدث أصغر إزالة النجاسة بعضهم حتى يكون أسهل للحظ يقول رفع الحدث وإزالة النجس شوي يصير إيش بعضهم يقول شروط الصلاة ثمانية لماذا لأن يجعل رفع الحدث وإزالة النجس شرط واحد يسمي ماذا الطهارة فيقول شروط الصلاة ها الإسلام العقل التمييز الطهارة وبعضهم يفك الطهارة إلى إلى شرطين اثنين فيقول ها رفع الحدث وإزالة الخبث حدث خبث النجاسة أمر حسي والنجاسة لا بد أن ينص عليها نص أنها نجاسة ولذلك الأصل في جميع أشياء أنها طاهرة أي مادة أي سائل أي جماد أي طائر أي حيوان أي فاكه أي عشاب كلها تعتبر ماذا طاهرة ما لم يأتي نص وينص على الشيء الفلاني أنه أنه نجس كبول الآدمي وغائطه ودم الحيض والميت والمذي وفي أمور مختلف فيها مثل مثل المني والراجع النوطاهر مثل القيء الذي يستفرقه الإنسان من معدته هذا مختلف فيه مثلا لكن المقصود أنه لا بد إن كان على الإنسان نجاسة من شروط الصلاة أن أن يزيلها يزيلها من أين يزيلها من بدنه ومن ثوبه الذي يريد أن يصلي فيه ومن البقعة التي يريد أن يصلي فيها لا بد أن يكون بعيدا عن نجاسة في بدنه وثوبه ومكانه فلا يجوز أن يصلي على بدنه نجاسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقسل ذكرك وتوضأ لمن كان لرجو كان مذاء ولا أن يصلي على ثوبه نجاسة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بال غلام على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فأمر فأمر مماء فأتبعه البول ولان يصلي في بقعة فيها نجاسة كما لما بالعرابي في طائفة المسجد أمر بذنوب مماء فهريق عليه فقال لابد إذن من إزاة النجاسة من البدن والثوب والمكان البقعة لان يصلي فيها ولذلك إذا أصابت كنجاسة بادر بإزالتها حتى لا تنساها لأن النبي صلى الله عليه وسلم بادر فطلب الماء حتى يتبعه بول الغلام على حجرة ولأنه أمر بذنوب مماء فأريق على بول الأعرابي اللي بال في طائفة المسجد فهذه مبادرة حتى لا ينسى الإنسان النجاسة فإذا أصابته النجاسة وصل والنجاسة على بدنه ولا على ثوبه على بدنه أو على ثوبه أو في البقعة الصلفية لا تنصحوا الصلاة لأن إزالت النجاسة شرط من شروط الصلاة والشرط ما يزم من عدمه العدم قال وإزالت النجاسة قال وستر العورة العورة من العور وهو العيب ويسمى الأعور أعور لعيب في إحدى عينيه والعورة أيضا قد حددت في الشرع أما بالنسبة للرجل فمن السر إلى الركبة يعني يستر ركبته أيضا ويحتاج يستر أكثر من ركبة لأنه حتى لا يتنكشف عورة إذا سجل أو ركع والمرأة تستر كل جسمها كل بدنها إلا الوجه والكفين في الصلاة حتى قدمين تسترهما وقد قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زيناتكم عند كل مسجد يعني عند كل موضع صلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحاذ بغير خمار وحاذ مش معنى أن عليه الحاذ أصلا الحاذ لا تصلي ولكن الحاذ يعني البالغة فعلى المسلم أن يصلي ساتر عورته ويكره أن يصلي وليس على أحد عاتقه شيء وستر العورة هذا ماذا يا أخوان شرط من شروط الصلاة فمن قدر على ستر عورته ولم يستر عورته لا تصح صلاة لكن لو أنه شخصا ما سجن وعذ بيد الظلمة والكفار فعروه من ملابسه يصلي بلا ستر عورة لأنه ما يقدر إلا على هذا أو عفا الله إياكم كان حريقا ما يضع شيء على بدنه فيصليه وإيش كاشب عورته أو فقد ثيابه أفرض طارت ثيابه مع الهواء مع الريح وحذرة الصلاة المهم أن ستر العورة شرطه من شروط من شروط الصلاة فلا تصح الصلاة إلا بستر العورة إيش الآن نحن شروط الإسلام العقل التمييز إزالة رفع رفع ها رفع الحدث إزالة النجس بعدين ستر العورة طيب دخول الوقت وهذا شرطه مهم جدا يغفل عنه الغافلون والمتقاعسون والكسالة والمفرطون فيحدثون أو قاتل للصلاة ما أنزل الله بها من السلطان ولم يأذن الله بها وهذا انظروا وتأملوا هذا كالذي يترك الصلاة يعني واحد لا يصلي وآخر يصلي الصلاة في غير وقتها ما الفرق بينهما منها العلم قال لا فرق بينهما لا فرق بينهما يعني كالذي يصلي بلا وضوء مع قدرته على الوضوء هل تصح صلاته لا تصح طيب إذا أحدث وقتا للصلاة لم يشرعه الله ولم يأذن به قال لا تصح صلاته وقد قال الله عز وجل في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمنة كتابا موقوتا معنى كتابا يعني فريضة فرضها الله كتبها على عباده كقوله جل وعلا كتب عليكم الصيام كتب عليكم القتال فالصلاة مكتوبة مفروضة وقوله جل وعلا كتابا موقوتا يعني بأوقات لذلك كانت الصلاة الخمس الفجر الظهر العصر المغرب العشاء ما يصلح وعلا يصلي الفجر الظهر هي اسمها صلاة الفجر ولا يصلح أن يصلي الظهر المغرب وبعض الناس والله عندي بنات مراهقات وكذا وتنام نومة وإجازة وعطلة من الظهر إلى العشاء لا بعد من الظحاء وتصلي بعد تصلي تصلي هاي تصلي الظهر المغرب العشاء هذا ما يصح منها إلا العشاء لماذا؟ لأنه أحدث له وقتا ها لم يأذى الله به نائم نائم ليس في النوم تفريط لكن يتعمد أنه يريد أن يستيقظ بعد طلوع الشمس لصلاة الفجر يعني يقوم للعمل ولا للدراسة فموقت لنفسه يستيقظ متعمدا بعد طلوع الشمس وصلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق وهو نور يقرد افقي وإلى طلوع الشمس طيب وصلاة الظهر بعد زوال الشمس وهو تحرك جهة الغرب ويظهر للشيء ظل إلى أن يكون ظل الشيء مثله طيب صلاة العصر تبدأ من ظل الشيء مثله يعني بنهاية وقت صلاة الظهر حتى ظل الشيء مثله أو حتى صفرار الشمس وعند الضرورة حتى غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس يستمر حتى بالشفق الأحمر وهو الحمرار يكون في جهة الغرب فإذا اعتمت الدنيا صاد ظلام كامل بدأ وقت صلاة العشاء إلى ثلث الليل وفي حديثه إلى نصف الليل والثلث داخل في النصف والأقل داخل في الأكثر إلى منتصف الليل هذا وقات الصلاة والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فالمسلم يجب عليه وجوبا أن يراعي هذا الشرق فيصلي الصلاة في وقتها وحب الأعمال الله الصلاة في وقتها كما سأل ابن سعود النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حب الأعمال الله فقال الصلاة على وقتها يعني في أول وقتها إلا يستثنى من ذلك الصلاة التي يستحب تأخيرها كالإبراد بالظهر عند اشتدى الحر وكصلاة العشاء الأفضل تأخيرها لكن قابل منتصف الليل فشأن دخل وقوة الوقت شأن عظيم وشرط من شروط من شروط الصلاة لا تنصح الصلاة إلا بهذا الشرط لأنه كما قيل شرط والشرط ما يلزم منه عدمه العدم ثم قال واستقبال القبلة القبلة الكعبة وديق الله عز وجل فلنولينك قبلة ترضاه فولي وجهك شاطر المزي الحرام إن كنت عند الكعبة فتستقبل عين الكعبة وإن كنت بعيدا كحال سائر المسلمين بعيدا عن الكعبة فيكفي أن يتوجه إلى الجهة التي فيها الكعبة الجهة والنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمدينة قال ما بين المشتغ والمغرب قبلة طبعا بالنسبة لنا ما بين الشمال والجنوب لكن في المدينة ما بين المشتغ والمغرب لو انحرف أنسا عنها قليلا الجهة نفسها صحت صلاته فيتحرى ويستقبل القبلة واستثنى من ذلك إذا كان على الدابة في سفر فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيث اتجهت فيه دابته يعني إلى أي جهة متوجه لكن من كان قاضي على استقبال القبلة واجب عليه أن يستقبل القبلة فاستقبال القبلة شرطه من شروط من شروط الصلاة النية النية معناها القصد والنية تدخل في باب التوحيد وهو أن يقصد الله عز وجل في عمله هذا شرطه ولذلك من لم يقصد بعمله وجه الله بطل عمله لقوله تعالى لا إن أشركت لا يحبطن عملك وقوله تبارك تعالى ويكون الدين لله وفي الآية الأخرى ويكون الدين كله لله لابد أن تجعل دينك كل لله قال جل وعلا وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلص الله الدين حنفاء ويقيم الصلاة وإتو الزكاة وذلك الدين القيمة وقال جل وعلا أعلى لله الدين الخالص لكن في باب الفقه ذقيل النية فالمراد بها تعيين العمل الذي تريد أن تعمله فلابد أن تحدده لابد أن تحدده والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وفي روايب النية يعني ما العمل الذي تريد أن تقوم به وتتعبد الله به لابد أن تحدده ماذا للصلاة هل ستصلي ظهرا ولا عصرا هل ستصلي نافلة ولا فريضة لا بد أن تحدد هذه الصلاة ومحل تحديد النية بالقلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أثر عنه قط أنه تلفظ بالنية ما قال أبدا في حياته قط ما أثر عنه ولا في حديث حسن لغيره أنه قال نويته أن أصلي ولا نويته أن أتوضى أبدا فإذا قصد العمل الفلاني وتوجه إلى أن يقوم به هذا النية كما لو مثلا أتى تحت الماء ليتوضى وقصده بذاك أن يرفع الحدث هذا يش نية؟ وضوء إذا دخل تحت الماء وقصده أن يرفع الجنابة هذا النية لو دخل في البحر بل في المحيط لمدة ساعتين محيط لكن لم ينوي أن يرفع الجنابة فخرت فتذكر أنه كان جنوبا ما ارتفعت جنابته فأخذ ماء في صاع وعم ما بدنه مع المضمى الاستنشاء ارتفعت جنابته شوفوا المحيط ما رفعها مش المحيط ما رفعها لأن المحيط لا يرفعه لكن لأنه لم لم ينوي فلابد من النية تحدد العمل حتى تقوم به النية بعضهم يقول ايش يعتبرها من أركان الصلاة يعني تقوم عليها الصلاة وبعضهم يعدها من من شروطها لأنه يقول لحد الآن ما صليت ثم يبدأ بالصلاة بركنها الأول ما هو الركل الأول القيام مش التكبير لأنه واحد لازم يقوم هو شيء الركل الثاني تكبير الحرام وهذا ما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله وتعالى لكن الآن نريد من بعض الأخوة أن يذكر لنا الشروط التسعة ونبدأ بأبي عبد العزيز دون أن ينظر ولا أنظر نظر أخيرة حاول نحن نساعدك هناك شروط ثلاثة عامة الإسلام العقل التمييز بعدين بص كده شوف شو طالعني الغسد رفع الحدث رفع الحدث رفع الحدث إزالة النجاسة ستر العورة ستر العورة دخول الوقت ستقبال قبلة النية ومحلها القال أبقى إزاي الإسلام تمييز رفع الحدث إزالة النجاسة ستر العورة دخول الوقت تقبال قبلة النية ومحلها والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم بارك علي محمد وعلى آل وصحبه أجمعين